بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمر كتاب أحكمت آيات ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربا ثم توبوا إليه متعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يتنون صدورا ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات السدون وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان ورشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوذون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاقمهم ما كانوا به يستهزون ولئن ألقنا الإنسان مننا رحمة ثم لزعناها من إنه ليؤصوا كفور ولئن ألقناه لما أبعد ضراء مسته ليقولن نذاب السيئات عني إنه لفنح فخور إلا الذين صبروا وعبروا الصالحات غنائك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك معظم ما يوحى إليك وطائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افترات قل فأتوا بعشر سؤال من ذي مفتريات وادعوا من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستئيبوا لهم فعلموا أن ما روزل بحلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربي ويكنه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موحده فلا تكفي برية منه إنه العمق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يسدون عن سبيل الله ويبغونها حوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لن يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء نضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمح وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستميان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني يخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أغادلنا باديا رأي وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فحميت عليكم أن ننزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه ما لا أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله وما أنا بطالد الذين آمنوا إنهم مناقوا ربهم ولكني أراهم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طوبتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكرت جدالنا فأتنا بما فقدنا إن كنت من الصالقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفركم صحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغميكم هو ربكم وإليه تردعون أم يقولون افترى قل إن افتريتم فألي إجرامي وأنا بريء من ما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا ما قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يبحنون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين أظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منك ما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يحزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أهرنا وفارتنا النور قل نحمل فيها من كل زوجي جبنين وأهلك إلا من سفق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن رفي لغفور رحيم وهي تجريبهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزري يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآبي إلى جبلي يعصبني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أفلعي وغيغ الماء وقضي الأرض واستوى على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن بني من أهلي وإن وعنك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه أمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس ليه علم وإلا تغفر لي وترحمني يكن من الخاسرين قيل يا نوح يطر سلام منا وبركات عليك وعنا أمم من ممم وأم موسى هم اندعهم ثم يمسوا منا حذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ونا قولك من قبل هذا فصبين إن الواقبة للمتقين وإلى حان الأخاهم هودا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتوذلوا مجرمين قالوا يهود ما اتبى ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما محننك بمؤمنين إن نقول إلا واحتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بنيكم مما تشركون من دونه فاكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم من دابة إلا هو آقظ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيرا ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفير ولما جاء أمرنا نجيناه دو والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من حذاب غني وتلك عادوا جحدوا بآيات ربي وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبال عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن قنا كفروا ربهم ألا بعدا لعا من قوم هود وإلى ثمود خوا صالحا قال يا قوم اعبدوا الله لكم من إله غيره وأنشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوه إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير التخزيه ويا قوم هذه ناقة الله لك آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوا بصوء فيأخذكم حذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام ذلك عود غير مكذوب فلما جاء أمونا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القبيل العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيعة فاصدعوا في ديارهم جادمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن تمود كفروا ربهم ألا بعدا لتمود ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالمشرى فقاروا سلاما قال سلاما فما لبتا جاء بإجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرا وأوجس منهم خيفا قالوا يا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإزحاق ومن وراء إزحاق يعقوب قالت يا ويلة أألد وأنا أجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبنا من أمر الله رحمة الله وبركاتكم عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب أن إبراهيم الرعو وجاته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم حليم أواه منيب يا إبراهيم أعرف عن هذا إنه قد جاء أمر ربه وإنهم آبهم حذاب غير مردود ولما جاء أسلنا نوط سيء من وضاق من برعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتيهن أطفر لهم فاتقواها ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد أنت بنا في بناتك بالحق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آمي إلى رؤن شديد قالوا يا نوط إن رسل ربك قالوا يا نوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأزر بأهلك بقتع من الليل ولا ينتفت منكم أحد إلا مرأتك إنه مصيب وما أخابهم إن موحدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاءنا جاءنا واليها سافرها وأمطرنا عليها حجارة من سجين مرضود مسوة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدينة خامش عيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكال والميزان إني يراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم يغفوا الوكال والميزان بالقصد ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعذوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير قالوا يا شحيم وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعن في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينك من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقه أن يصيبك مثل ما صاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قولوا تمياكم بمعيد واستغفروا ربكم ثم توفوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شحيم ما نقوا كثيرا مما تقولوا إنا لنراك فينا ضعيفا ولولا وغدك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم يا ربي أحز عليكم من الله فاتخذت به وراء مضهنيا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب فارتقبوا إني معكم ربيب ولما جاء أمرنا نجينا شحيم والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاهلين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعد الثمود ولقد رسل موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرحون وملئه فاتبعوا أمر فرحون وما أمر فرحون برشيد يقدم قوه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس المرد المورود وأطبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس المرد المرشود ذلك من أنباء القرى نفسه عليك منها قائم وحصين فما ظلمهم ولكن ظلموا أنفسهم فما ظنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من الشيء لما جاء أمر ربي وما زادهم غير تكبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نوقعه إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلّو نفسه إلا بإذنه فمنهم شبي وسعيد فعما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشاهيد خالدين فيها ما دابت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مدذود فلا تكفي من يتن ما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباء من قبل وإنا لهم نصيبا غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك نقذي بينهم وإنه نفي شك منه مريب وإن كل لما ليوفي أنه ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستبك ما أمرت ومن تاب معك ولا تتغو إنه بما تعملون مصير ولا تركبوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون فأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئاء ذلك ذكرى للناكلين واصبر فإن الله لا يديح أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبل كل قلوب قيتين ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أطرفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليه لك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقل لن نقص عليك من أهباء الرسل ما نثبت به فؤادا وجاءك في هذه الحق وبرحظك وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا آمنون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيم السماوات والأرض وإليه يردح الأمر كله فعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل أما تعملون أما تعملون أما تعملون شكرا